مجموعات خبراء التقنية للتحويل بين الصياغ فيه أكثر من 200 صيغة أو يدعم أكثر من 200 صيغة ما بين صياغ صوتية أو مرئية أو نصية صياغ ملفات صياغ صور حتى الملفات المضغوطة الحقيقة موقع عظيم أيضا من مزاياه تحويل الPDF إلى مثلا دوكس بحيث أنه إذا كان عندنا PDF يقرأه مقلوباً هذه الملفات الPDF المقرؤة لما تقرأ بالعكس هذا الموقع يعدلها بحيث نحولها إلى وورد ويقرأه بشكل جميل جداً ومرتب الموقع حقيقةً فيه ميزة وهو دعمه لكافة الأنظمة والأجهزة نقوم بالتطبيق على الآيفون أيضا تم تجربته على نظام أندرويد تم تجربته على سطر إلكتروني اللي هو جهاز برايل نوت تتش بلاس بالجهاز الكبير ما شاء الله والرائع يعمل معه بكل سلاسة ومع العديد أيضاً من الأجهزة الأخرى طيب نحن الآن سنقوم بالتجربة نبدأ بملف PDF ثم نقوم بالتجربة على ملف صوتي طبعاً الشرط الوحيد في هذه التجارب أن تكون الملفات هذه النصية أو الصوتية موجودة في تطبيق الملفات نتحدث الآن عن الآيفون تكون موجودة في تطبيق الملفات على الآيفون يفضل أن تكون على آيكلاود درايف يعني مخزنة تخزين صحابي طبعاً الموقع يدعم أيضاً دروب بوكس جوجل درايف كذا كذا لكن الشكل الرسمي للموقع سيلكت فايل على الطول يدخلنا على تطبيق الملفات طيب أنا الآن على الواتس أب وعندي هنا مستند PDF نقرأ السيرة الذاتية لعبدالوهاب الزهراني PDF نقوم الآن بعمل تحويل ثم نضغط على مشاركة ثم ننطلق إلى خيار حفظ في الملفات أنا دائماً أختار آيكلاود درايف لا أجربت على الآيفون لكن أقوم بدائماً التخزين على الآيكلاود درايف وأعتقد أنها الأفضل ولكن يجب أن نحذر كذا رح يتعبى عندنا الآيكلاود درايف ويأخذ من مساحة الآيكلاود فيحتاج لنا ننظف الآيكلاود بشكل دوري ننقل الملفات منه نحذفها حتى يعني تكون مساحة الآيكلاود أيضاً متاحة نشوف هنا خاص تم الاختيار آيكلاود درايف نضغط كلمة حفظ الآن أرسيل إلى الآيكلاود درايف طبعاً أكيد لا يخفاكم أن الإنترنت يكون اتصال جيد حتى يتم التحويل بشكل أسرع هذه هي واجهة الموقع في سفاري كلاود كنفيرت طيب حق للنصي علامة الحذف هنا من الصيغة طبعاً ما يحتاج نختارها لأنه لما نختار الملف رح تتحدد الصيغة هنا تلقائياً بعدين 2 إلى علامة الحذف هذه الصيغة التي يتم التحويل لها طيب select file اختر الملف نضغط عليها أخذ صورة أو فيديو طيب مكتبة صور هنا مكتبة الصور لصيغ الفيديو تصفح وهنا تصفح لما هو موجود داخل تطبيق الملفات نشوف هنا الغاء الحديثة بحث حقل السيرة ذاتية عبدالوهاب الزهراني الحادية 10 و 54 دقيقة مساء كيف لو الدريف مستند PDF هذا هو PDF الأجراءات المتوفرة أعادة أتحميل الآن أصبح الملف إيش نمط الكلمة PDF convert PDF converter يالي PDF converter convert heading level PDF وطن heading level menu pop up 2 heading level علامة الحذف علامة الحذف فاضية هنا نضغط menu pop up نختار مجران علامة الحذف هنا تظهر لنا فقط صيغ الملفات النصية لأن اخترنا ملف نصي لما نختار صوت راح جينا صيغ الصوتية لما نختار فيديو راح تجيبنا صيغ المرئية وهكذا طيب الآن الآن أصبح من PDF إلى Docs أسيرة ذاتية PDF to Docs PDF to Docs convert to Docs add more files toggle drop down add more files add more files إضافة ملفات أخرى لا toggle drop down convert نضغط على كلمة convert تحويل convert طبعا هو الآن يقوم بالتحويل بعد كذا يظهر لنا خيار اسمه download file بحيث أن نحمل هذا الملف طبعا أكيد إحنا الآن على الإصدار X13 ونستطيع التحميل من سفاري قال لي هنا finished خلاص تم التحويل الآن نضغط على كلمة download نقولنا هل ترغب في تنزيل الملف نقول له نعم تنبيه هل ترغب بتنزيل السيرة ذاتية عبد إغلاق زر تنزيل الآن تطلع هذه التنزيلات بعد ما يتم تنزيلها طبعا نطلع على التنزيلات الآن هذه هنا السيرة الذاتية الآن هي iCloud Drive نضغط على كلمة تحديد عشان نحولها مثلا نرسلها على الواتح نرسلها على أي مكان ممتاز تحت على اليمين أقصى اليمين بعد ما ضغطنا عليه تم الاختيار ننزل تحت أقصى اليمين نجد مشاركة حتى نشاركه مثلا نفتح في أي تطبيق تطبيق قارئ واتساب إلى آخر طيب نشوف هنا على الواتس أب الآن اخترنا هذه المجموعة على الواتس نضغط على كلمة إرسال خلاص الآن تم إرسال السيرة الذاتية بصيغة دوكس طبعا هنا عندنا BDF وعندنا دوكس هذه الدوكس قبلها لما نشوف منقرها BDF أعمالي زر مشاركة السيرة ذاتية زهراني القفعي عبدالرح من عيسى الوهاب عبداليصم يقرأ بالعكس ألف وأربعة زهراني القفعي عبدالرح من عيسى الوهاب عبداليصم طيب بينما يقرأها بالشكل هذا مستندك السيرة ذاتية عبدالرح الزهراني دوكس الثانية عشر والدقيقة بشكل صحيح أعمالي زر مشاركة أسيرة ذاتية الاسم عبد الوهاب عيسى عبد الرحمن القفعية زهراني مشاركة زر أعمالي زر الرجوع أعمالي بالشكل هذا نستطيع الاستفادة من هذا الموقع العظيم المجاني لو بس هذه الفائدة تحويل البي دي اف المقروء بالعكس إلى ملفات صحيحة سواء تي اكس تي سواء مثلا دوكس زي هذا إلى آخره طبعا أيضا تمت التجربة على جهاز برايل نوتاتش بلس سطر إلكتروني رائع جدا الآن نقوم بتحويل ملف صوتي نجرب نقوم بتحويل ملف صوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتك بكل خير يا بورغد الله يحفظك أنا الآن قاعد أشرح موقع كلاود كومفيرت وأحتاج منك الله يحفظك أنك ترفع عندك على مجموعة خبراء التقنية الله يعطيك العافية طيب هذه الآن رسالة صوتية مباشرة الآن سجلتها هنا طبعا الرسالة الصوتي هذه تكون بصيغة M4A نسمعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتك بكل خير يا بورغد الله يحفظك الآن نقوم نفس الخطوات يلا برجع الأصوات حتى يكون الورع أسهل طيب نخفض الصوت شوي طيب هذه الرسالة الصوتية الآن أنا توي سجلتها وسأقوم بتحويلها إلى تطبيق الملفات حتى نحولها عبر الموقع إلى M3 يلا الخطوات واضحة عندكم لكن هذه مجرد إعادة على الصوت طبعا ما نستطيع نطبق على الصور على الفيديوهات على الملفات المضغوطة خلص نكتفي بملف نصي وبالصوت حفظ في الملفات نفس الشي نختار iCloud Drive طيب الآن ننطلق إلى الموقع نحن الآن في الموقع نحن الآن في التنزيلات خلاص ما نحتاج التنزيلات نضغط الآن واجهة الموقع الرئيسية أول شي صادفنا خيارات التنزيل تحويل مع تم خلاص نحن الآن في الواجهة الرئيسية عندنا هذه الكلمة الشرطة وبعدها أسيرة ذاتية لأن هذه آخر شي حولنا فنضغط على كلمة شرطة مائلة شرطة مائلة هذه بعدها نجد Select File نجد Select File هنا ونضغط عليها خلاص هذه كلها واضحة الآن ندخل على التصفح الحديثة طبعا حتى يعطينا أول شي عندنا اللي هو الصوت هذا الأوديو اللي تونا الآن حولنا هذا طبعا صيغته هو كان على الواتس أتوقع صيغة M4A EEC حاجة زي كده نشوف نعطينا الصيغة أربعة فعلا M4A 2 علامة الحفظ نقاط نضغط عليها راح تجينا الصيغة الصوتية فقط حطينا مستيرة جدا أربعة ثلاثة كثيرة جدا نختار أصبح من M4A إلى MP3 3 4 نضغط كلمة إيش حق لمصد كنفيرت شوية بس المؤشر ينتاج لنا نكون دقيقين عشان المؤشر ما يتحرك طبعا أيضا هناك صيغ الفيديوهات كثيرة جدا يعني 3GB M4 إلى آخره صيغ الصور GBG إلى آخره صيغ صيغ هائلة جدا حتى الملفات المضغوطة يعني يتخيل ويحول بين الملفات المضغوطة المشهورة جدا جدا رائع حقيقة طيب الآن تم التحويل نجد كلمة download download link نغط على download يقول لي هل ترغب التنزيل تنبيه هل ترغب ايوه أرغب نعم الآن تم التنزيل خيارات العنوان أعادة أتنزيلات زر وهذا هو التنزيل مسح زر أتنزيل سار MP3 كيف نعرف أنه سار طبعا هو خلاص سار MP3 ما فيها كلام لكن اللي بغي يتأكد يرسله مثلا على تطبيق audio share يرسله على تطبيق recorder HQ يعلمك بالصيغة طيب الآن تنشير رح يشغلنا المقطع مباشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتك بكل خير يا أبو رغد الله يحفظك أنا الآن قاعد أشرح موقع cloud طيب الموقع حقيقة رائع جدا cloud موقع مجاني موقع بسيط ما يحتاج إلى يعني إنشاء حسابات ولا شيء شكرا لكم وأعتذر منكم والله على الإطالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة